ترعاني المصارف الاوروبية حاليا من انخفاض ربحيتها وهناك عدة اسباب يعزى لها هذا الضعف في الربحية بما في ذلك انخفاض معدلات الفائدة فمعدلات الفائدة الحقيقية الطويلة الاجل كانت في تراجع في الاقتصادات المتقدمة الاساسية منذ عقدين من الزمن ويمكن القول بان التغيرات التكنولوجية والسكانية وحالة عدم المساواة في الدخل وندرة الاصول الامنة هي مجرد مجموعة من العوامل التي تمارس ضغوطا تؤدي الى هبوط معدلات الفائدة الحقيقية الطويلة الاجل كما ان السياسة النقدية المتساهلة للبنك المركزي الاوروبي وغيره من البنوك المركزية الرئيسية والتي تعمل وفق مبدأ ضمان استقرار الاسعار قد اسهمت في انخفاض معدلات الفائدة ومن المعلوم بان انخفاض معدلات الفائدة يضغط على ارباح المصارف